الأولوية بالنسبة لمجموعة السابع هي منع توريد التكنولوجيا الأساسية التي تستخدم في إنتاج الأسلحة الروسية حسب ما نشرته بلومبرغ ويشمل ذلك التقييد أنشطة المؤسسات المالية التي سهلت مثل هذه العمليات حيث كانت المؤسسات المالية من 12 دولة حتى خريف العام الماضي مرتبطة بنظام سويفت التابع لبنك روسيا وبحسب بلومبرغ حذرهم المسؤولون الغربيون من عقوبات محتملة وكان للتحذير تأثيره حيث رفضت العديد من البنوك إجراء مثل هذه المعاملات ونتيجاً لذلك انخفض حجم الواردات الروسية الولايات المتحدة وحلفائها منفتحون على فرض عقوبات على أي شركة أو فرد يساعد روسيا في الوصول إلى المكونات التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة وبعد مجموعة السابع يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض قيود على البنوك التي تستخدم البرنامج الخاص للأمن الغذائي الروسي وقد تصبح جزءاً من الحزمة الرابعة عشر من العقوبات والتي تخطط بروكسل الموافقة عليها بحلول النهاية الشهريون الحالي حيث قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية وإيران في الحادي وثلاثين من مايو الماضي بسبب المساعدات العسكرية لموسكو حسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي وتشمل القائمة أفراداً وكينات قانونية متورطة في توريد الأسلحة إلى روسيا من كوريا الشمالية وإيران ترتبط العقوبات المفروضة على ممثل جمهورية كوريا الشمالية ببرنامج الأسلحة غير القانونية ودعم الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا وتم فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين لنقلهم طائرات بدون طيار للحرب الروسية على أوكرانيا ولنقل طائرات بدون طيار وصواريخ إلى الشرق الأوسط والبحر الأحمر وقال البيت الأبيض أن انتقال الاقتصاد الروسي إلى حالة الحرب يتطلب من الغرب توسيع سياسات العقوبات بما في ذلك القيود المفروضة على تجارة الدول الثالثة مع موسكو وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العسكري الصناعي الروسي بنحو ثلاث أضاف فقد انخفضت واردات المكونات الرئيسية بنحو الثلث حسب ما أشار إليه نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض داليب سينغ وأضاف أيضا بأن النقص في الأجهزة الإلكترونية لمجموعة السبع وتضاول الإمدادات يجبران روسيا على الاعتماد على بداء الأقل جودة تنقل روسيا اقتصادها بالكامل إلى المستوى العسكري وهذا ما يأكده تعيين خبير اقتصادي في منصب وزير الدفاع وبناء على ذلك فإننا نستكشف بنشاط إمكانية توسيع العقوبات وبالإضافة إلى نطاق ضوابط التصدير على السلع ذات المنشأ الأمريكي نحن نجبر الكريملين على الاعتماد على مصدر المشتريات المعقدة والمكلفة بشكل متزايد ردا على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا فرضت الولايات المتحدة بالتحالف مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وشركائها ضوابط التصدير على توريد المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج حتى الآن ركزت العقوبات بشكل نساسي على السلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج وكان نطاقها ضيقا جدا اليوم هناك حديث نشط عن ضرورة توسيع العقوبات وفقيا وعموديا نحن نتحدث عن صناعة جديدة بروكسل واثقة من أن العقوبات الغربية لها تأثير كبير عن الاقتصاد الروسي وقال الممثل الخاص الاتحاد الأوروبي المكلف بالعقوبات ديفيد أوسيليفان إنه بسبب القيود فقد الكريملين أكثر من 400 مليار يورو من الإرادات أعداد كريسينا دامروسكا لقناة يوتيفي عربية ترجمة نانسي قنقر